اشتركوا في القناة في السيرة بإسناد صحيح وأما قصة هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه علانية وقوله من أراد أن تذكله أمه أو ييتم ولده إلى آخره فهي رواية ضعيفة لا تثبت أخرجها ابن الأثير في أسد الغابة بإسناد ضعيف لم يمضي شهران على بيعة العقبة الثانية حتى لم يبقى بمكة أحد من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأهله أو عاجز عن الهجرة تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبقى أحد من أصحابه إلا وهاجر إلى المدينة إلا رجل محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستأذن بالهجرة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر